السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات جامعة MidOcean أهلاً وسهلاً بكم في محاضرتنا الأولى من مقرر Project Feasibility Study أو دراسة جدوى المشروع بالنسبة لمحاضرتنا لهذا الأسبوع ستتحدث عن Project Overview and Basic Data Analysis أشياء أساسية يجب أن توجد في Project Feasibility Study ما هي Project Feasibility Study وما هي المعلومات المتضمنة في داخل هذه الدراسة بنا نبدأ في محاضرتنا مع الـ Overview أو العنوين الرئيسية اللي رح تمر معنا في هذه المحاضرة بنا نبدأ بالـ Project Overview عملة استعراض للمشروع أو تلخيص لموضوع المشروع عنا الـ Background and Purpose of Project شو هي الخلفية والهدف من هذا المشروع عنا آلية اختيار المشروع Project Selection Process and Implementation Agency والوكالة المنفذة للمشروع عنا الـ Contents Over Projects اللي هي أجزاء المشروع عنا Guidelines for Writing Project Plans الجزء الثاني من المحاضرة رح يكون عن الـ Basic Data Analysis أي كما هو معروف يعني أي فيزيبلة تستدي تحتاج إلى العديد من التحليلات والدراسات التحليلية رح نشوف الـ Analysis of Natural and Living Environments التحليل الطبيعي، الأمور الطبيعية والوضع في مكان إنشاء المشروع والـ Living Environments والبيئات الموجودة في داخل هذا المشروع رح نشوف التحليلات الخاصة بالـ Social and Economic Environments البيئة الاجتماعية والبيئة الاقتصادية بالنهاية رح نمر على الـ Project Scoop أو نطاق المشروع Project Overview ندر عام على موضوع المشروع والتقديم لدراسات الجدوى Preliminary feasibility study is based on a project plan submitted to the project authority by a competent authority requesting execution of such study إذن دراسة الجدوى الأولية هي تستند على شو من أين تأتي أساسا دراسة الجدوى تأتي الدراسة الجدوى الأساسية أو الأولية من خطة المشروع المقدمة أساسا من المستثمر إلى الجهة المالية أو الجهة المختصة التي تطلب تنفيذ مثل هذه الدراسة شو يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام أنا كإنسان مستثمر عندي فكرة مشروع عندي شيء بدي أنفذه عندي خطة ببالي بدي أعملها بدي أروح بالأول لجهة مختصة في عمل اللي هو دراسات الجدوى وأقدم لها هذه الخطة البسيطة هذه الخطة البسيطة ماذا يكون فيها؟ يكون فيها بعض المعلومات الأساسية عن الفكرة اللي بمخي أنا كمستثمر أو كرائد أعمال ويكون فيها اسم المشروع الهدف من المشروع ومكان المشروع وبعض المعلومات البسيطة والميزانية التقديرية الخاصة بالمشروع تمام؟ أقدمها إلى الجهة التي تريد تنفيذ الفيزيباليت السادي أو الجهة المختصة بعمل دراسات الجدوى لحتى يعملوا لدراسة جدوى عن إمكانية ويعطوني إجابة عن اللي هو هل يمكن تنفيذ هذا المشروع أو لا يمكن تنفيذ هذا المشروع بالنسبة للمعلومات الموجودة في داخل هذا الطلب أو الخطة البسيطة المفصلة اللي راح أقدمها أنا كرائد أعمال أو كمستثمر شو هي المعلومات؟ المعلومات تتنوع من مشروع إلى آخر وتختلف من مشروع إلى آخر كيف يكون هذا الكلام؟ بالنسبة للمعلومات الخاصة بمشروع مثلا شبكة الطرق أو شبكة سكة حديد أو شيء من هذا القبيل المعلومات الأساسية التي في الخطة التي تقدمها للأشخاص الذين يعملون لدراسة جدوى تكون فيها معلومات مثل المصدر هذا المشروع والوجهة طول الطريق عدد الممرات أو عدد الطرق أما بالنسبة للمشاريع الثانية يحتاج إلى معلومات أكثر من ذلك إذن يكون هناك معلومات لا نستطيع طبعا عمل دراسة جدوى بدون معلومات مفصلة يعني في بعض المشاريع تحتاج أن أعرف كم هي الميزانية التقديرية للمشروع أعرف هل تحتاج إلى أشياء تكنولوجية هل ستحتاج إلى بحوث بخصوص مثلا البيئة تمام هل ستحتاج إلى دراسات أو تحليلات بخصوص البنية التحتية وهكذا إذن كل مشروع من المشاريع يعتمد على المعلومات الخاصة بهذا المشروع تعتمد على المشروع نفسه كل مشروع له خصوصيته وله بيئته الخاصة لهذا نحن نحن نحكي المشاريع هي شيء يونيك هي شيء مختلف كل مشروع لا يتطابق مع المشروع الثاني أول نقطة نتحدث فيها هي الـ background and purpose of a project Projects targeted for preliminary feasibility studies have different backgrounds and purposes زي ما حكينا بالسلادات السابقة أن المشاريع المستهدفة أو المشاريع اللي بنعملها دراسات جدوى لها دائما خلفيات وهداف مختلفة وطبعا هذا يتم بناء على اختلاف المشاريع لأنه ما في عندنا مشروع يشبه المشروع الثاني حتى لو كان نفس المشروع كل واحد له معطيات مختلفة عن الآخر for example in the case of road or railroad construction projects the need can be raised in accordance with a master plan for national wide transport network or with the purpose of ensuring balanced regional development إذن في حالة مشاريع بناء الطرق أو السكك الحديدية يمكن رفع الحاجة لهذا المشروع طبقا للخطة الوطنية للمخططات الوطنية الموضوعة من قبل المؤسسات أو الوزارات المعنية سواء وزارة النقل أو وزارة المواصلات بهدف طبعا ضمان التنمية الإقليمية وبهدف موازنة أو توازن المشاريع الخاصة بهذا البلد أو يمكن رفع عريضة من مثلا السكان في منطقة ما عن طريق بتيشن معينة وأكيد كنا عملناها في مؤسساتنا أو في أحيائنا the need for a project can be raised by civil petition to improve local عن طريق رفع طلب مدني طلب من السكان بتحسين وضع معين أو تحسين مثلا البنية التحتية في هذه المنطقة إذن المشاريع يمكن أن تقوم بناء على مخططات الخاصة اللي وضعها المؤسسات أو الوزارات المعنية أو عن طريق بتيشن أو دعاوي يرفعها السكان أو المواطنين علشان يحصلوا من الوضع الحالي لهم the purpose of a project is similar to its need in some respect إذن الهدف أو الغرض من المشروع دائما يستنبط من اللي هي الحاجة له هو مشابه بشكل كبير إلى الحاجة له هذا شيء طبيعي الهدف من المشروع التكنولوجي يجب أن يستنبط من أمور تكنولوجية والهدف من مشروع اجتماعي يجب أن يستنبط من أهداف اجتماعية وهكذا إذن الهدف من المشروع دائما يشابه في الكثير من الأحيان يشابه لهو الحاجة له طيب but it can still be defined as an objective لكن يمكن تعرفه على أنه هو هذا الهدف يعني الهدف يتشابه مع ال need يعني أحكي لك شو هو الهدف من المشروع ممكن أحكي لك بنفس الكلام أو بنفس الأصوبة أو بنفس الطريقة ما هي الحاجة إلى هذا المشروع إذن الهدف والحاجة تتشابه بشكل كبير the papers of a project should be explicitly defined in its plan يجب تحديد الهدف أو الحاجة من المشروع في الخطة اللي بدي أقدمها أنا للهيئة أو المجموعة اللي بدي تعملي دراسة الجدوى تمام؟ إذن الهدف من المشروع هو نفسه ال need أو الحاجة من المشروع يجب توضيح الهدف أو الحاجة من المشروع في الخطة المقدمة اللي بدي أقدمها للأشخاص اللي بدون يعملوا لي دراسة جدوى the study team considers all the information from the project plan submitted by the competent authority relevant literature and field visits identifies the background and purpose of the project and states them in a report إذن الستاذة team الفرقة أو المجموعة اللي رح تعمل لي دراسة الجدوى يجب أن تأخذ بالاعتبار كل المعلومات الموجودة في الخطة المقدمة من اللي هو رائد الأعمال أو المستثمر أو الجهاء اللي بتعمل المشروع يجب أن تأخذ ببالها في اعتبارها كل هذه المعلومات الزيارات تقوم بتحديد الخلفية من هذا المشروع والغرض من هذا المشروع ونروح بنسجلهم في تقرير نهائي لحتى نبلش فيه اللي هو دراسة الجدوى تبعنا project selection process and implementation agency عملية اختيار المشروع والجهاء المنفذة في شو بدأ تساعدني هذا الموضوع أو معرفة كيفية اختيار المشروع والجهاء المنفذة Even when a project subject to a preliminary feasibility study has a background and a purpose, the process by which the project has been chosen as the subject of the study should be clarified حتى مع وجود تبرير لهذا المشروع وأهداف لهذا المشروع علشان نعملها دراسة جدوى أو علشان نعمل دراسة جدوى لهذا المشروع يجب توضيح كيفية اختيار المشروع على أي أساس تم اختيار المشروع من بين مشاريع عدة يعني لازم أوضح في هذه الخطة البسيطة اللي بدأ قدمها لدراسة الجدوى لماذا تم اختيار هذا المشروع أسباب اختيار هذا المشروع عن غيره مع أنه في غيره الكثير لكن شو الأسباب اللي دعتني لهذا المشروع أو لاختيار هذا المشروع عمليات التحري أو الاستقصاء مهمة جدا في هذا الوضع أو في هذا الموقف إذن عمليات الاستقصاء أو التحري هذه اللي بدأ عملها عن أسباب اختيار المشروع عن الجهة المنفذة الجهة اللي اختارت هذا المشروع إذن الاستقصاء هذا والتحري عن المشروع المعين اللي بدأ عمله دراسة جدوى ممكن يساعدني كثيرا في معرفة اللي هو الكثير من تحاليل المشروع والأمور المالية الخاصة بالمشروع عملية التقصية يا شباب أو عملية التحري بشكل عام تساعد دائما في توضيح الأهداف توضح للأهداف اللي تم من أجلها هذا المشروع والمصالح الخاصة بالستيك هولدرز والأطراف المعنيين بالمشروع والتحقق من الشفافية كمان وشفافية اختيار هذا المشروع كموضوع للدراسة لدراسة الجدوى يعني مهمة جدا هذه عمليات الاستقصاء مهمة جدا في فهم السياق يعني تساعدني في فهم سياق كامل للمشروع والتأكد من أني أحقق كل هذه الأهداف بشكل فعال وبشكل ناجح الانترسات المشروع عن المؤسسات المحلية عن المؤسسات اللي هي الخاصة إذن المصالح تختلف وذلك تبعا لاختلاف المشاريع حكينا أن المشاريع كلها تختلف وأهدافها تختلف سواء كانت لمؤسسات حكومية أو كانت لمؤسسات خاصة سواء كانت مشاريع صغرى أو مشاريع كبرى بنا نشوف البروجيكت اللي هي تقوم بتنفيذها الحكومات أو المؤسسات أو الحكومات المركزية إذن المشروعات التي تقودها الحكومة أو اللي تعملها الحكومة غالباً ما يكون لها تأثير كبير منتشر إلى درجات متفاوتة في مناطق مختلفة لا تقتصر على منطقة واحدة هذا بالنسبة للمشاريع التي تقودها الحكومة أو المؤسسات الحكومية لكن بالنسبة للبروجيكت باي لوكال جوورمين الورجانيزيشن تبدو أن تكون ريبل افكت التي لا تتحدث بيوند جرسدكشن إذن المشاريع التي تقودها المنظمات المحلية غالباً ما يكون لها تأثيرات جانبية تكون مقتصرة فقط على من على نطاق اختصاصها الجغرافي يعني لا يكون لها تأثير على ما بعد نطاقها الجغرافي كل تأثيرها يكون في المنطقة المحاذية للمشروع هذا هو العنوان الثالث في محاضرتنا لهذا الأسبوع مكونات الخطة اللي راح تكون معانا أو نعطيها للأشخاص اللي بدون يعملوننا دراسة الجدوى Among the details that go into a project plan to be written by the competent authority The most important contents of a project other than its background and purpose Selection process and implementation agency شو هي الأشياء الأهم من هذه المعلومات شو هي المعلومة الأهم من الbackground أو الخلفية تبعة المشروع والpairbus تبع المشروع والselection process عملية الاختيار والimplementation agency شو هي المعلومة الأولى التي يجب إعطائها في أو كتابتها ضمن خطة اللي هي المشروع الأولية اللي بنقدمها للهيئة اللي بدأت تعمل لنا دراسة الجدوى هذه المعلومة هي المكان المقترح للمشروع دراسة المكان الخاص بالمشروع هي شيء يعني أساسي جداً وشيء يعني مهم جداً في دراسة الجدوى Knowing in advance the location of a project Its construction scale and costs are important to close in roughly determining its economic feasibility study إذن المكان معرفة المكان المقترح لهذا المشروع مهم جداً في تحديد دراسة الجدوى الاقتصادية دراسة الجدوى الاقتصادية تشمل كم رح يكلفني هذا المشروع بشكل تقريبي شو هي آلية البناء كيف رح يتم البناء أو كيف رح يتم التنفيذ كل هذا يساعدني في تحديد الإيكوناميك فيزيبالتي وآليات البناء أو عمليات البناء أو عمليات التنفيذ والتوتال بروجيت كوست والتي هي التكلفة التقديرية للمشروع التكلفة التقديرية للميزانية اللي موجودة معي كمستثمر أو كرائد أعمال كم أنا عندي تقديرياً رح أصرف على هذا المشروع كلها بتساعدني هذه في موضوع الإيكوناميك فيزيبالتي ستادي في التقدير الميزانية الخاصة بالمشروع وتكلفة المشروع فيها النقطة مهمة جداً بنا نرجع نعيدها إنه الفيزيبالتي ستادي يعتمد على شيئين مهمين هو أول شغله هو الألترنتيفس البدائل ثاني شغله هو تقديري الفيزيبالتي ستادي هي شيء تقديري مش شيء ثابت تمام؟ يعني لما نجي نحكي عن ميزانية نحكي عن ميزانية تقديرية لما نجي نحكي عن عمال نحكي عن عدد عمال تقديري وهكذا لكن خطة العمل الخاصة بالمشروع اللي يتم اعتمادها من الجهات المعنية ومن كل المستفيدين أو رواد الأعمال اللي بيدفعوا فلوس المشروع أو فلوس الاستثمار خطة العمل هذه معتمدة جداً الفلوس اللي فيها والكوست اللي فيها مش تقديرية هي ثابتة وتقريبا تكون أقرب إلى الحقيقة والواقع إذن بالرغم من أنه الموقع الخاص بالمشروع شيء مهم جدا أو عنصر الأساسي الأول المهم الذي يجب أخذه بعين الاعتبار إلا أن عملية اختيار المشروع أو مكان المشروع تتطلب منك رائد أعمال أن يقوم ببعض عمليات البحث والفحص للمكان الخاص بهذا المشروع يعني كيف؟ مكان استثماري أو مشروع استثماري يخص خدماتي يعني شيء للبايع للشراء أو يعني مثل مول تجاري هذا المكان يحتاج إلى أو هذا المشروع يحتاج إلى مكان مقتض بالسكان على عكس المشاريع اللي هي مثلا في إلها مخلفات كتير في إلها أشياء ضارة كتير بالمجتمع هذه المشاريع يجب أن تبتعد عن اللي هو الاقتضادات السكانية والأماكن اللي فيها سكان كتير وهكذا إذن المكان له دار كتير كتير مهم في موضوع اللي هو المشروع أنا كرائد أعمال قبل ما أبلش مجرد ما تجي الفكرة بدي أشوف البدائل الموجودة عندي علشان هيك حكينا أنه دراسة الجدوى هي شيء يعتمد على البدائل فأبدأ أشوف الأماكن اللي ممكن أعمل فيها هذا المشروع تعطيني ربح كبير وفي نفس الوقت ما أتكلفني الكثير من الرسوم والمصاريف أو الخصوم بنسميها الخصوم هي الأشياء التي تأخذ من جيب المستثمر أو الشخص اللي بدي أعمل المشروع أيضا في المشروع المشروع يحتاج إلى تقريب المشروع والمشروع المشروع إذن يجب إجراء هذا الفحص والتحقيق علشان نتأكد من هو المكان تب المشروع والتفاصيل البسيطة أو التفاصيل الأولية التفاصيل التقديرية لعملية البناء أو تنفيذ المشروع وللتكلفة الإجمالية التقديرية لهذا المشروع إذن يجب على الشخص رائد الأعمال هذا اللي بدي يعمل دراسة جدوى أنه قبل ما يعمل دراسة جدوى زي ما حكينا يقدم خطة بسيطة لا تتعدى الصفحة أو الصفحتين يكتب فيها لهذه المعلومات كلها يكتب فيها المكان والتكلفة التقديرية لشراء هذا المكان أو الاستجارة أو الطرق مثلا المؤدية وهكذا المعلومات المهمة هذه راح تهمني أو راح تكون مهمة إلي في تقدير الجدوى الاقتصادية زي ما حكينا أنا كراد أعمال ما فيني أعمال دراسة الجدوى بدون ما أكون كاتبة لا الشخص اللي بدي أعمالي دراسة الجدوى هذه التقديرات كلها اللي هي تقديرات التوتال كوست طبع المشروع تقديرات اللي هو المكان وكم راح يكلفني وكم راح يكلفني التنفيذ to this end علشان ننهي هذا أو نلخص كل هذا الكلام it should be mandatory to include a rough special location construction details and total project costs in a project plan submitted to the budget authorities إذن من الملزم ومن الإلزامي ومن الضروري جدا علشان أنا أتقدم لأحد الأشخاص أو أحد الهيئات علشان تعملي دراسة جدوى أقدم خطة عمل أولية فيها مكتوب special location الموقع الخاص بالمشروع construction details آليات التنفيذ البسيطة طبعا مش تفاصيل كثيرة total project costs التقديرية كمان زي ما حكينا في ضمن هذه الخطة يتم تقديمها إلى الهيئة أو المؤسسة اللي راح تعملي دراسة الجدوى ننتقل الآن إلى النقطة الرابعة في محاضرتنا لهذا اليوم وهي الهيئات التي تعمل لنا دراسة الجدوى كيف نعمل الخطة الأولية نعمل الخطة الأولية يجب أن تقديم خطة الأولية عن خطة الأولية من خطة الأولية كما يتبع ومعه إلى الخطة الأولية إذن بناء على النقاش والكلام اللي حكينا في السلايدات السابقة فهمنا من هذا الكلام أنه الهيئة أو المؤسسة أو إرواد الأعمال اللي بدين يعملوا مشروع لازم يكتبوا شغلة اسمها project plan هذه الproject plan مش أساسية هذه اسمها project plan أولية يتم تقديمها إلى الهيئة اللي بدين تعمل لنا دراسة جدوى أو إلى الأشخاص اللي بدين يعملون دراسة جدوى يتم كتابة فيها اسم المشروع المقترح والمعلومات اللي حكينا عنها أو اللي رح تجينا هلا بالسلايدات القادمة بهدف الموافقة على هذا المشروع أو بهدف عمل دراسة الجدوى ونشوف هل يمكن تنفيذ هذا المشروع بهذا المكان ولا لا يمكن تنفيذ هذا المشروع في هذا المكان بدنا نشوف شو هي الشروط اللي لازم تكون في هذه الproject plan الأولية علشان التقديم لدراسات الجدوى أول شغلة بنا نفهمها في موضوع خطة العمل الابتدائية أو الأولية أول شغلة بنا نفهمها في موضوع خطة المشروع الأولية للمشاريع المقترحة أو المشروع المقترح إنه نذكر بوضوح الخلفية تبعته والهدف تبعه طيب كيف يعني أفاق؟ أفاق هو الأهداف الغامضة للمشاريع يعني نكتبها أكتب هدف غامض جداً زي مثلاً إني أكتب Promotion of Regional Development اللي هو يعني تعزيز اللي هو تطور الإقليمي أو تطور المحلي أو مثلاً هو حل مشكلات المواصلات في المنطقة وهكذا يعني العناوين الكبيرة والعناوين المبهمة دائماً مرفوضة في تحديد اسم وهدف المشروع يجب أن يكون الهدف الخاص بالمشروع مشتق من المشروع نفسه تمام؟ يعني لأنه الخطة اللي هي يجب أن تحتوي على التفصيل الخلفية والأسباب والمشكلات اللي دفعتني لكتابة الاقتراح المشروع وتحديد الغرض بشكل دقيق ومحدد ما أحط عناوين مبهمة خالص علشان أنا أقدر يعني أعمل هذا المشروع وأبلش بدراسة الجدوى وتكون دراسة جدوى ناجحة لأنه دراسة الجدوى رح تعتمد على هذه الورقة اللي أنا بقدمها الشغل الثاني اللي لازم أن تبهلها في خطة العمل الأولية أو في مسودة خطة العمل هي موضوع المكان تبع المشروع أول شيء يذكر في خطة العمل الأولية namely the region where it will be conducted or the route it will cover to possible maximum extent إذن حتى يجب تذكر اللي هي المنطقة مش بس يعني المدينة مش بس أحكي الرياض لازم أحكي الرياض الحي الفلاني المنطقة الفلانية وهكذا إذن أحدد بالضبط الأماكن اللي هو أو المكان الخاص بهذا المشروع وكل الطرق المحيطة به والأشياء المحيطة به may merely mention the jurisdiction names of the origin and destination or listing candidate cities is inappropriate إني أذكر في هذه الورقة أو هذه المسودة فقط الإسم مثلا المدينة إسم المقاطعة أو إسم الولاية أو إني أذكر المدن المرشحة لهذا المشروع هذا لا يجوز إذن أنا بدي أحكي لأن كل الدراسات والتحليلات راح تتم في هذه المنطقة كل الدراسات تبع الدراسة الجدوى راح تتم على المنطقة اللي إنت ذكرتها لهيك بنحكي إنه من المفروض إني أحدد المنطقة المقترحة لهذا المشروع الشغلة الثالث اللي لازم أكون نتبه إلها في إعداد مسودة خطة العمل هي The implementation agency should be specified Even for project where it will be likely determined automatically according to standardized procedures The plan should explicitly state the implementation agency زي ما حكينا ذكر الجهة المنفذة وคو بينفعني ذكر الجهة المنفذة لازم أكون أنا كشخص بدي أعمل دراسة جدوى أعرف من هي الجهات المشاركة في هذا المشروع إذن يجب تحديد الجهة المنفذة بشكل واضح في خطة العمل أو في مسودة خطة العمل حتى لو كان المشروع سيتم تحديده تلقائيا وفقا لإجراءات قياسية يعني سيتم تحديده من قبل مثلا مؤسسة ما من قبل مؤسسة حكومية من قبل أي مؤسسة ثانية يجب على الخطة هذه أو المسودة هذه أن تحدد الجهة المنفذة بوضوح كمان يجب تقديم أو توضيح الأدوار أو الأجهات المشاركة في المشروع يعني في حال كانت الحكومة مشاركة في هذا المشروع يجب ذكر هذا الشيء وهذا شيء مهم في حال المؤسسات المحلية مشاركة في هذا الشيء يجب أن يتم ذكر هذا الكلام ممكن تكون رواد أعمال الحكومة ما لها أي علاقة إذن يجب ذكر كل هذه المعلومات هذا في شو بيساعدني يساعدني في أنه ما يحدث أي التباس وتأكد من أنه الجهات كلها عارفة حقوقها وعارفة كل شيء يلزم لها وعارفة على دراية طبعا بالمسؤوليات والواجبات كل جهة عارفة المسؤوليات والواجبات التي تقع على عاتق كل جهة في مراحل تنفيذ اللي هو المشروع الشغلة الرابعة لازم أحطها ببالي وأنا بعمل في مسودة خطة المشروع إنه محتوى المشروع سواء كان محتوى خطة أو مسودة المشروع يجب أن نتم تقديم موضوع شديد في الخطة وما فيش عندنا معلومات مبهمة يجب أن نكون كل شيء واضح ويجب أن نتم تقدير تكلفة المشروع الإجمالية زي ما حكينا أو زي ما عدنا أكتر من مرة موضوع الخطة أو المسودة خطة العمل هي شيء تقديري وكذلك الفيزيبلتي ستادي هي شيء تقديري إذن نظر لأن تكلفة المشروع تعتمد بشكل كبير على تفاصيل خاصة بالمشروع ممكن نحن نقوم بتقدير تكلفة المشروع الإجمالية عندما نتمكن من تحديد أو تتمكن الخطة أو المسودة من تحديد إذا كان سيتم تضمين منشآت أو هيكل معينة يعني هل ستشارك في هذا المشروع مؤسسات أخرى كم ستكون الميزانية التقديرية اللي راح تدفعها هذه الهياكل أو المؤسسات على هيكل بنقول أنه دائما اللي هي مسودة العمل أو خطة العمل هذه ودراسة الجدوى هي شيء تقديري مش شيء صحيح مئة بالمئة إذن التقدير الإجمالي للمشاريع يكون فقط أو يستنبط من المشاريع السابقة المشابهة التي تم تنفيذها لكن بنرجع بنحكي هذا التقدير ممكن يكون خاطئ لأنه ما فيش مشروع يشابه مشروع ثاني إذن ليش مشروع تشابه مشروع ثاني إذن فيش مشروع يشابه مشروع ثاني لكن ممكن في مشاريع يعني تتشابه في الشكل تتشابه في اللي هو النظام تبعها وهكذا ممكن أنا أستقي أو أستنبط اللي هو التوتال كوست التقديري من مشاريع مشابهة لكن هذا لا يمنع أني أنا يلزمني الفحص الدقيق لميزانية المشروع وتحديد ميزانية المشروع من غير النظر إلى المشروعات المشابهة لأنه المشاريع دائماً يعني صحيح تتشابه لكنها تختلف في التفاصيل يعني هي تتشابه في الشكل الخارجي لكن تختلف في التفاصيل لهيك بنحكي المشروع دائماً هو شيء يونيك مش شيء متكرر تمام؟ الشغلة الخامسة والأخيرة اللي لازم أخذها ببالي في موضوع مسودة خطة العمل نبدأ أقدمها لدراسة الجدوى هي المشروع يجب أن يحدد التأثيرات الخاصة أو التأثيرات المتوقعة من المشروع أو الفوائد اللي بدي أجنيها من هذا المشروع بالرغم من أنه إذن بعض هذه التأثيرات مثلاً زيادة الإنتاج زيادة فرص العمل زيادة القيمة المضافة قد لكون معروفة أو واضحة في هذه المرحلة بالذات إلا أنه يجب عمل قيمة أو كوس تقديري لهذه الأشياء يعني إحنا حكينا أن دراسة الجدوى أو الخطة هذه تعتمد على التقديرات صفة مميزة في دراسة الجدوى إنها تقديرية وإنها تعتمد على الأرثنتيبز على البداية إذن في مثال المواصلات أو على سبيل المثال مشاريع النقل يجب تقديم قيمة تقديرية أو كوس تقديري طبعاً ليه الزمن اللي يمكن تقليل من خلاله طبعاً عدد المسافر أو زيادة عدد المسافرين أو المسافرين اللي يمكن استيعابهم أو كمية تقليل اللي هو الزحام الخاص في هذه المناطق كل هذه أمثلة طبعاً على اللي هي الأشياء اللي بنستفيدها من المشروع دائماً تكون تقديرية زي ما حكينا دراسة الجدوى هي تقديرية وخطط العمل الأولية هي شيء تقديري كله مواضيع تقديرية الشيء الثابت هو خطط العمل الرسمية للمشروع Basic Data Analysis تحليل المعلومات الأساسية في دراسة الجدوى بعد ما استلمنا الخطة الأولية أو المسودة الخطة الخاصة بالمشروع من الشركة اللي حاب تنفذ أو من شخص رائد الأعمال اللي حاب ينفذ المشروع The first thing to do when pursuing a public investment project or evaluating feasibility is to fully analyze basic data about the region subject to the project إذن أول شيء بنا نحلل ونعمل في موضوع دراسة الجدوى هو التحليل المكاني تحليل المكان الذي المقترح لهذا المشروع For preliminary feasibility study Therefore the study team starts by visiting the target region and gathering basic data about it بالنسبة لمجال دراسة الجدوى أو في مجال دراسة الجدوى طاقم العمل الخاص بدراسة الجدوى يبدأ بدراسة المكان الخاص أو المقترح لهذا المشروع عن طريق الزيارات الميدانية ورؤية المكان على أرض الواقع The basic data of a region can be largely divided into data on natural environment and that on social and economic environment المعلومات التي يتطلبها feasibility study علشان تكون جاهزة وتكون صحيحة وتكون تقديراتها واضحة وتقديرات أقرب إلى الواقع هي المعلومات الخاصة بالnatural environment الطبيعة والبيئة والمكان الذي سيقام عليه المشروع والsocial environment البيئة الاجتماعية واليكينوميك البيئة الاقتصادية data on the natural environment refers to that about climate geological features, altitudes, slopes, etc إذن المعلومات الخاصة بالطبيعة الجغرافية للمكان المرشح لهذا المشروع تشمل المعلومات حول المناخ تشمل المعلومات حول الجيولوجيا أو السمات الجيولوجية الخاصة بهذا الموقع الارتفاعات, انحدارات كل هذه المعلومات يجب أن أكون عارفها من ناحية المناخ بدي أعرف هل المنطقة المراد عمل المشروع فيها منطقة مثلا كثيفة الأمطار قليلة الأمطار منطقة سيول منطقة وديان وهكذا المنطقة الجغرافية نفسها الارتفاعات هل المنطقة في منطقة مرتفعة جدا أو منطقة منخفضة جدا والانحدارات وهكذا كل هذه المعلومات تفيدني في تقييم تكلفة المشروع ، أيضا عن الكرارات المناخية والفاجرات المنطقة التي يُفضلت إذن ، أما بالنسبة للبيانات الهيئة أو البيانات الاجتماعية والاقتصادية، تتضمن اللي هي الدموغرافيا والتي هي التوظيف وصناعة والناتج المحلي والإجمالي الإقليمي واستخدام الأراضي وأشياء من هذا القبيل إذن في السوشيال أو في القسم الاجتماعي والاقتصادي سنتحدث عن الكثافة السكانية سنتحدث عن التوظيف وبئة التوظيف في هذه الكثافة السكانية سنتحدث عن الناتج الإجمالي أو الإجمالي الإقليمي المحلي سنتحدث عن استخدام الأراضي وتوزيع الأراضي وهكذا إذن كل تخصص يجب عمل الدراسات الخاصة به من ناحية الانبيرونت والبيئة الدراسات الجغرافية وما إلى ذلك من ناحية الاجتماعية والاقتصادية نتعرف إلى الكثافة السكانية نتعرف إلى نسبة التوظيف في المنطق على الناتج الإجمالي وهكذا إذن أما بالنسبة لتحليل الخاصة به مشاريع الطرق يتم التحقق من فائدة هذا المشروع المتوقع في نظام النقل يعني شو بديفيدني هذا المشروع في نظام النقل شو راح أستفيد أنا كمواطن وكموظف وكشخص ساكن في هذه المنطقة من هذه المشاريع حتى يمكن تحديد أهمية هذا المشروع قبل أن يتم طبعا إجراء لهذا التحليل بشكل كامل يجب تحديد أهمية هذه النوعية من المشاريع الخاصة بمشاريع النقل من قبل بداية اللي هو دراسة الجدوى يعني لازم نكتب في خطة العمل الخاصة بهذا المشاريع أنه هذه المشاريع الخاصة بالنقل شو ما تكون سواء كانت قطارات أو سكك حديد أو جسور أو شيء من هذا القبيل أنه هذه راح تسهم إسهام كبير طبعا في ربط المنطقة في اللي هو التخفيف من حدة المواصلات أو من أزمة المواصلات في هذه المنطقة وهكذا يعني فهمنا هون أنه إحنا علشان نعمل تحليل للبيانات بنا نحلل اللي هي الناحية الجغرافية للموقع بنا نحلل الناحية اللي هي السوشال والإيكونوميك وتحليل كل شيء له علاقة بهذا الموقع وبهذا المشروع لحتى نستطيع أن نحن يسهل علينا هذا الشيء عملية اللي هي تقدير التكلفة الخاصة بهذا المشروع تحليل البيئة الطبيعية والبيئة الحيوية إذن بناء على خصائص المشاريع وبناء على أنه حكينا أن المشاريع تختلف حتى لو تشابهت الأسماء حتى لو تشابهت نفس الإسم لكن الخصائص الداخلية لكل مشروع تختلف عن المشروع الثاني إذن بناء على اختلاف هذه الخصائص تتأثر بعض المشاريع بشكل أكبر عن غيرها اللي هي التغيرات الطبيعية والبيئات الطبيعية إذن المشاريع الخاصة ببناء الطرق السريعة أو سكك الحديدية دائما تختلف تأثير الطبيعة فيها بشكل كبير ويختلف تكلفتها عن المشاريع الأخرى وبالتالي تختلف الكوست تبعتها بناء على التضاريس إذن مشاريع السكك الحديد مشاريع الطرق دائما تتأثر وتختلف بتأثر المناخ هذا الشيء معروف لكن من ناحية أخرى مشاريع بناء التجمعات الصناعية التجمعات البيئية والاجتماعية والاقتصادية تتأثر بشكل كبير بالناحية اللي هو الاجتماعية والناحية الاقتصادية يعني يعتمد نجاحها على السكان والبنية الصناعية ومستوى الدخل الإقليمي اللي حكينا عليه في السليدات السابقة يعني بنحكي في هذا إذن نجاحهم يعتمد دائما مثل ما حكينا على اللي هو عدد السكان والكثافة السكانية البنية الصناعية مستوى الدخل وما إلى ذلك يعني ننلخص في هذا السلايد الكلام تبعنا إنه تأثيرات العوامل البيئية تختلف تأثيراتها على المشاريع وذلك بسبب اختلاف المشاريع نفسها ونوع المشروع نفسه طيب في عنا مشاريع تعتمد على البنية التحتية والتضاريس زي مشاريع الريلوي زي مشاريع السكك الحديد وهكذا ستتأثر كثيرا بالعوامل الطبيعية بالبيئة الطبيعية بالمناخ بالسيول وهكذا في حين من ناحية تانية المشاريع التي تعتمد على الصناعات تعتمد وتتأثر بشكل كبير بالعوامل الاقتصادية والعوامل الاجتماعية بشكل أكبر طبعا من المهم ان احنا ننظر دائما ونتفحص دائما ونتفقد اللي هو موضوع شروط البيئية الحيوية زي تلوث المياه او التربة الصرف صحي وضجيج البناء اللي راح يكون له تأثير مباشر على الحياة اليومية في المكان اللي بدي اعمل فيه المشروع 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 هل حيكون فيه اي تلوث حياة اليومية هل حيكون فيه ضجيج لهذا العمل او المشروع وله تأثير مباشر على الحياة اليومية كمان لازم يشوفوا اذا كان فيه حدث اي مشكلة مع السكان مش كل السكان تتقبل انه يعمل عندها ضجيج هل ستسمح السكان او المنطقة المعينة تبع المشروع بوجود مثل هذا الازعاج المستمر لمدة شهر شهرين مش عارفين كم مدة هذا المشروع اذا تقدير تأثيرات المشروع المحتملة على جودة المياه وعلى جودة التربة هذا شيء مهم بالنسبة لدراسة الجدوى مراقبة مستويات الضجيج خلال مرحلة التنفيذ والبناء كلها تساعد في تقييم تأثيرات المشروع على جودة حياة الافراد والمجتمعات المحلية وبالتالي رضا الناس عن هذا المشروع اللي هو رضا الناس او رضا الكستمر في النهاية انا دائما اتطلع في مشروعي الى رضا الكستمر اللي رح يتعامل معي في هذا المشروع التحليل الثاني اللي رح نشوفه معانا هو الاناليسيس او با سوشل اند ايكونوميك انفيرومتز التحليل الخاص بالبيئة الاجتماعية والبيئة الاقتصادية وهذا التحليل مهم جدا جدا في تقدير تكلفة المشروع اذا اهم تحليلات في هذا المجال هي الخاصة بالدمغرافك او اللي هي الطبيعة السكانية والبنية الصناعية والناتج المحلي الاقليمي اذا هذي كل هالعوامل تؤثر بشكل كبير على نوع المشروع وهذه تؤثر على تحديد تأثيرات المشروع وتحديد الفائدة المرجوة من هذا المشروع اذا الطلب دائما يكون في المناطق ذات الكثافة السكانية في المشاريع طبعا اللي هي الاقتصادية والاجتماعية دائما ابحث عن المناطق ذات الكثافة السكانية الاعلى لانه الطلب راح يكون فيها اعلى وبالتالي الدخل الخاص بهذا المشروع راح يكون اعلى طيب اذا البنية الصناعية دائما تعتبر مؤشر واضح على مدى ملائمة المشروع للمنطقة يعني باختصار اذا كانت المنطقة تمتلك بيئة صناعية متنوعة وقوية فهذا يشير الى انه هناك فرص عمل جيدة لنجاح المشروع وهناك فرص لتحقيق تأثيرات ايجابية على الاقتصاد المحلي من الضروري طبعا دراسة الديموغرافيا والسكان والكثافة السكانية لفهم حجم وتركيب طبعا السكان يمكن ان يؤثر هذا طبعا على اللي هو الطلب على خدمات المشروع كلما زاد السكان وزادت الكثافة السكانية في المشروع الخاص اللي هو السوشال او الايكونوميك طبعا سيزيد اللي هو الربح وكلما قل السكان سيقل الطلب اذا تقدير هذه العوامل الاقتصادية والديموغرافية كله مهم لتقييم تأثير المشروع على المنطقة والجدوى الاقتصادية الفائدة الاقتصادية من هذا المشروع كمان بدنا نفهم اذا كان هذا المشروع يناسب الظروف المحلية يناسب البيئة المحلية التي سيقام فيها بعدنا في العامل او التحليل الثاني الخاص بالتحليل الاجتماعي والاقتصادي او البيئات الاجتماعية والاقتصادية للمشاريع زي ما حكينا بالسابق انه البيانات الخاصة بالناتج المحل الإجمالي الاقليمي تعتبر هامة جدا في تحديد دراسات الجدوى الاقتصادية وتحقيق التنوية طبعا اللي هي الاقليمية المتوازنة بالنسبة للمشاريع النقل مثل الطرق والسكك الحديدية وغيرها والجسور اهم جزء في الاستقصاء او البحث او التحري لدراسات الجدوى هو معرفة ظروف النقل هل المنطقة في هذا المكان المنطقة المستهدفة بحاجة لهذه الدراسة ام ليست بحاجة يتم تقدير طبعا مدى تأثير المشروع على نظام النقل كيف نحسن النقل في هذه المنطقة كيف نعمل كل هذه المعلومات تساهم في تحديد ما اذا كنا بحاجة لهذا المشروع او لسنا بحاجة هل هذا المشروع سيحسن البنية التحتية للنقل ولا ما راح يحسن هل هذا المشروع راح يزيد الكفاءة راح يقلل الاستحام ولا ما راح يعمل اذا بالمجمل او بملخص هذا السلايد نقدر نحكي انه GRTP او اللي هو البيانات الناتج المحلي الاقليمي وظروف النقل وبيانات ظروف النقل والبيانات الخاصة اللي هي الاجتماعية والاقتصادية تساعد على تحديد جدوى المشروع بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق التنمية الاجتماعية المتوازنة في الاقليم او المكان المستهدف للمشروع من المهم مراجعة طبعا الخطط العليا شو هي الخطط العليا ذات الصلاة بالمشروع المعني الخطط العليا هي الخطط الموضوعة من قبل الحكومة لتحسين الوضع في هذه المناطق اذا يجب ان يتوافق المشروع مع الخطط الموضوعة من قبل الحكومة لتطوير هذه المنطقة ولا يتعارض معها يعني ما اروح اعمل مخطط لمشروع في منطقة اساسا هي مش مدرجة ضمن خطط التحسين البلدية تمام اذا اروح لمناطق مدرجة للتطوير علشان اطور فيها بزيادة علشان كمان ما اتغلب انا كمستثمر في اني بدي ارصف الطرق بدي اعمل بنية تحتية لكن الاماكن اللي تكون مطورة من قبل الحكومة والبلدية تكون متوفر فيها البنية التحتية المجاري المياه الكهرباء وغير لهو ذلك اذا مراجعة الخطط من اللي هي الـ upper level أو اللي هي المخططات العليا اللي بتيجي من قبل الحكومة وغيرها من المؤسسات المعنية بالتطوير اذا كوى جزء مهم جدا في تحليل البنية الاجتماعية واللي هي الاقتصادية review of higher level plans can indicate whether the concern the project has been well coordinated and check the order of priority for investment determined in higher level plans توفير مراجعة أو مراجعة اللي هي نشاطات الخطط من قبل اللي هي البلديات والحكومات له دور كبير في ترتيب طبعا الاولويات للاستثمار المحدد يعني انا بعرف هل المشروع تبعي مناسب في هذا المكان هل يمكن ادراجه ضمن الخطط التطوير في هذه المنطقة ولا لا يمكن ادراجه طبعا اذا كان فيه هناك اي تناقض او تعارض ما بين المشروع المستهدف والخطط الموضوع من قبل الحكومة او من قبل البلديات يمكن ان يكون هذا الموضوع يعني يشكل مشكلة بالنسبة للمشروع لان المشروع يجب ان يأتي ويكمل المشاريع في الصياق الوطني او الاقليمي لازم يضمن التوجيه والاستثمار بفعالية نحو الطريقية اولويات الحكومة نفسها الحكومة اللي نعايش فيها الحكومة اللي نعايش تحت ظلها اذا يجب ان لا اختلف مع الحكومات او مع الـ Upper Level Plans يجب ان اتوافق في مشروعي هذا مع الـ Upper Level Plans ننتقل الان الى الـ Project Scoop او نطاق المشروع شو هو الـ Project Scoop؟ شو هي آلياته؟ شو هي أنواعه؟ هذا الكلام كله راح نشوفه من خلال السليدات القادمة Scoop refers to all the work involved in creating the products of the project and the process used to create them اذا النطاق زي ما كلنا عارفين جميع الاعمال المشمولة او الموجودة في سبيل اللي هو انتاج المنتجات او انتاج الخدمات او العمليات المستخدمة في انشاء يعني هي كل النشاطات باختصار شديد الموجودة من بداية المشروع وحتى نهاية هذا المشروع في عنا الـ Product نوعين من اللي هو الـ Scoop عنا الـ Product Scoop وعنا الـ Project Scoop الـ Product Scoop يعني يتطرق الى شو؟ The features and functions that characterize a product or a service هو الميزات والوظائف اللي تميز خدمة او منتج اذا الـ Product Scoop خاص بالنطاق طبع الـ Product هو الميزات والوظائف التي تميز منتجا او خدمة بينما النوع الثاني هو الـ Project Scoop هو نطاق المشروع The work that must be done to deliver a result or a product with the specified features and functions هو العمل الذي يجب القيام به يجب تنفيذه بهدف تقديم النتيجة تقديم الخدمة تقديم المنتج بالمميزات المتاحة والرسورس المتاحة Scoop management The process required to ensure that a project includes all the work required and only the work required to complete the project successfully It is primarily concerned with defining and controlling what is or what is not included in the project إذن شو هي إدارة النطاق؟ إدارة النطاق بشكل مختصر هي إدارة كل العمليات المطلوبة لضمان أن المشروع يتضمن كل هذه الأعمال المطلوبة فقط يعني الأعمال أو النشاطات أو الـ activities المشمولة داخل هذا المشروع هي فقط الموجودة ضمن الخطة وهي فقط التي تهدف إلى إتمام المشروع بنجاح يعني بشكل أساسي تحديد ومراقبة ما إذا كانت كل هذه النشاطات مشمولة ضمن الخطة أو غير مشمولة ضمن الخطة إذن Scoop management مش شغلة سهلة هي عملية مراقبة هي عملية control على كل نشاطات المشروع كل الـ activities الموضوع ضمن المخططات لازم أتأكد إنها موجودة معي ضمن هذه المخططات كل هذه الـ activities بالنهاية تهدف إلى الوصول إلى نهاية المشروع بشكل ناجح Scoop management إدارة النطاق كيف تتم إدارة النطاق؟ تتم من خلال Scoop planning Scoop definition Create WBS Scoop verification Scoop change control طبعاً شايفين في الشكل اللي أمامنا Scoop النطاق هو النشاطات المرتبطة بالمشروع تم تشمل كل نشاطات المشروع من بداية المشروع حتى نهاية المشروع بالنسبة للـ Scoop planning هو عبارة عن developing a written scope statement as the basis for the future projects إذن بالنسبة للتخطيط النطاق هو تطوير بيان مكتوب يكون لدى جنميع الأطراف كأساس للمشاريع المستقبلية بهذه الشركة أو الخاصة بهذه الشركة بالنسبة للـ Scoop definition هو عبارة عن Subdividing the major project deliverables into smaller more manageable components هو تجزئة تسليمات المشروع بدل ما أسلم أتعود أني أسلم المشروع بالنهاية تكون النتيجة في النهاية أتعود أني أسلم المشروع جزء جزء هذا بيكون أسهل في المراقبة في الـ Control في أخذ اللي هي الفيدباك من العميل أو من الـ Stakeholders أو من أي شخص إذن لما أخذ فيدباك عن جزء صغير من المشروع أرح أطور حالي بالجزء الثاني Create the WBS صناعة هيكل تقسيم العمل Create a structure for work division for a project show elements لازم أعمل هيكل نطاق العمل أو هيكل تطوير العمل علشان أقدر أعمل اللي هو أشوف العناصر كلها بشكل واضح من خلال الـ WBS Scoop verification اللي هو formalizing acceptance of the project scope هو عبارة عن القبول بالنطاق الموافقة على النطاق من الإدارة العليا أو من خلال الـ Stakeholders Scoop change control controlling changes to project scope اللي هو مراقبة تغيير نطاق المشروع تغيير نطاق المشروع يا شباب مو شغلة سهلة هو شغلة يعني شوية صعبة مش زي الكلمات الموجودة في هذه الجملة يحتاج إلى تصديق من الإدارة العليا وتصديق من الـ Stakeholders والداعمين لك في هذا المشروع إذن تغيير النطاق مش شيء سهل تغيير النطاق يجب أن يأخذ موافقة المدير تبع المشروع يجب أن يأخذ موافقة الإدارة العليا الخاصة بالمشروع Scoop planning عملية تخطيط النطاق Scoop planning is the process of elaborating and documenting the project work or scope that produces the product When there is poor scope definition final project costs will be higher وهذا شيء طبيعي عندما لا يتم تخطيط النطاق بشكل جيد فإن تكلفة المشروع ستكون أعلى إذن تخطيط النطاق هو عملية توضيح وعملية عمل أو إعداد وثائق العمل في المشروع الذي في الآخر رح ينتج لي المنتج اللي بالنهاية رح يقدم لي الخدمة عملية تعريف النطاق عندما لا تكون واضحة وتكون مبهمة وفيش فيها أشياء أو نشاطات فيك أو كاذبة بالنهاية رح تكون تكلفة المشروع أعلى إذن اللي فهمناه من عملية تخطيط النطاق إنه هو يشمل تحديد محتوى وحدود المشروع بشكل واضح تحديد الأهداف، تحديد التسليمات، تحديد المهام الرئيسية، القيود وغيرها عملية تخطيط النطاق مش عملية يعني هي عملية سرية مهمة جدا تساعد في تحديد شو اللي أنا بدي اياه أو شو النشاطات المطلوبة من خلال المشروع وشو النشاطات اللي خارج النطاق المشروع كل هذا يسهم طبعا في تحقيق فهم دقيق لنشاطات المشروع وبالتالي فهم وتحقيق الأهداف المشروع بشكل ناجح تخطيط النطاق يعتبر جزء مهم جدا في عملية إدارة النطاق بشكل عام ويساعد في فهم نجاح المشروع من خلال تحديد وتوثيق الأنشطة المطلوبة والنشاطات والعمليات المطلوبة وفهمها من قبل كل أعضاء المشروع بيان المشروع أو بيان النطاق إذن بيان النطاق هو الأساس الوثائقي هو الأوراق الموقعة والمتبادلة ما بين الستيك هولدرز والمعنيين والدونرز المانحين والأشخاص العاملين في هذا المشروع إذن هو الأساس الوثائقي لاتخاذ قرارات المشروع ولتأكيد أو تطوير الفهم المشترك ما بين نطاق المشروع أو الأشخاص والمدراء في هذا المشروع وبين أصحاب المصالح أو الدونرز إذن بينما يتقدم المشروع يمكن أن أحتاج أن أراجع بعض العبارات الخاصة أو الوثائق الخاصة في هذا البيان وتعديلها طبقا للتعديلات التي صارت على نطاق المشروع إذن سكوب ستيتمنت هو وثيقة يقوم بوضحة في مرحلة تخطيط النطاق تحتوي طبعا هذه السكوب ستيتمنت على معلومات مثل وصف المشروع مثل الديليبرابولز أو التسليمات مثل التايم لاين أو المدرز زمنية الخاصة بالمشروع والموارد البشرية التي سأستخدمها في هذا المشروع وأصحاب المصالح في هذا المشروع بيان النطاق يا جماعة يكون مرجع هام خلال مراحل المشروع لفهم شو عشان أفهم نطاق العمل بشكل واضح عشان أوثق تفاصيل المشروع بشكل دقيق ويساعد في تحديد المعايير أكيد معايير الخاصة بالمشروع يوفر إطار لمراقبة التغيير لمراقبة التعديل كل شيء في هذه التعديلات يجب أن يتم كتابته في سكوب ستيتمنت أثناء العمل وأثناء أن المشروع مستمر فلازم أكتب شو التعديلات اللي صارت على النطاق وأوثقها في هذه الوثائق المكونات اللي هو بيان النطاق زي ما حكينا هي عبارة عن project justification أو البزنس نيد الحاجة أو الهدف project product شو هو منتج المشروع أو شو هي السيفرس اللي بدو يقدمها المشروع requirements or specifications المتطلبات المحددات الخاصة بهذا المشروع الـ deliverables، التسليمات، الأهداف، الـ objectives، الـ assumptions، الافتراضات والـ cost time والـ estimate والـ constraint أو المعيقات كل هذه الضمن هتكون مشمولة في بيان النطاق وتكون معروفة بالنسبة لأفراد المشروع وبالنسبة للـ stakeholders أو donors scoop change control عملية مراقبة أو تغيير النطاق scoop change control involves controlling changes to the project scope إذن عملية تغيير النطاق تتضمن مراقبة اللي هو تغيير النطاق التي تحدث في المشروع طب كيف أنا بدي أقلل من اللي هو التغييرات على النطاق مش ميزة حسنة أو مش advantage في المشروع أن النطاق كل شوية يتغير كيف أنا بدي أعمل على التقليل من تغيير النطاق in order to minimize scoop change control it is crucial to do good job of verifying project scope إذن من أجل التقليل من تغيير النطاق المتكرر اللي هو رح يكون سبب أو نقطة سوداء في ملفي كمدير مشروع لازم أضمن أني أعمل النشاطات الخاصة والاكتيبتر الخاصة بالمشروع بشكل جيد جدا وبشكل وبكواليتي عالية لحتى أضمن عدم تغيير النطاق يعني بمعنى آخر أو بمعنى ثاني أنه عندما يتم تحديد نطاق المشروع بدقة وتحديد النشاطات فيه يكون من الصعب عمل تغييرات غير مبررة إذا أنا عملت النطاق بشكل جيد إذا عملت النشاطات بشكل جيد إذا عرفت الأكتيبتر بشكل جيد التغييرات غير المبررة تكون مرفوضة هنا لتغيير النطاق إذن هذا يقلل من احتمالية حدوث التغييرات لما تكون عندي الأداء جيد والأكتيبتر الصحيحة والنتائج صحيحة إذن تغيير النطاق غير المراقب وتغيير النطاق المفاجئ اللي يمكن يؤثر سلبا على المشروع هو غير مدرج الآن لكن مع وجود اللي هو السكوب المبهم اللي ما فيه نشاطات واضحة راح يصير عندي تغييرات مفاجئة تغييرات سلبية قد تؤثر سلبا على المشروع بالتالي فريق إذارة المشروع سواء كان مدير مشروع سواء كان أصحاب مصلحة يجب أن يكونوا دقيقين جدا في تعريف نطاق المشروع وفي فهمه بشكل جيد ويجب تنفيذ النشاطات الخاصة بهذا النطاق والتأكد من قبول جميع الأطراف لهذا النطاق بعناية كبيرة طبعا هذا يساعد على استقرار المشروع استقرار أكبر في النطاق والتحكم في التغييرات الخاصة بالنطاق المشروع وتقليصها إلى أكبر حد نكون بهذا قد وصلنا إلى إنهاية محاضرتنا الأولى في مقرر فيزيبولة ساديان بروجيكت أتمنى لكم التوفيق تحياتي لكم وإلى اللقاء